واجه وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي أسئلة أعضاء مجلس الشورى والمواطنين بوضوح وشفافية من خلال جلسة مجلس الشورى التي انعقدت أمس وتسابقت الصحف لتغطية هذا اللقاء المفتوح نتابع وإياكم أبرز ما جاء في الصحف من خلال التقرير التالي ثم نعود استعرضت الصحف المحلية ما جاء في جلسة مجلس الشورى أمس التي تناولت أسئلة المواطنين وأعضاء المجلس وطرحها على وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي البداية من صحيفة الرياض التي جاء عنوانها في الصفحة الأولى تأكيد وزير الشؤون الاجتماعية على توجيهات الملك سلمان بتحسين الخدمات للمواطنين وعدم المساسب المستفدين من الضمان أما صحيفة الجزيرة فتناولت لقاء وزير الشؤون الاجتماعية مع أعضاء مجلس الشورى في صفحة كاملة عرض فيها الوزير الصعوبات التي تواجه الوزارة ولم يغيب انعدام الطبقة الوسطى في المجتمع إثر اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنية وإلى صحيفة مكة والتي عرضت أبرز ما جاء ذكره مع وزير الشؤون الاجتماعية تحت القبة والذي استبعد فيه تأثر مستفيدي الضمان من رفع أسعار الكهرباء أما صحيفة الاقتصادية فتناولت حديث وزير الشؤون الاجتماعية مع عضاء الشورى الذي شدد فيه على أن الوزارة أوقفت معاشات 74 ألف حالة لمتلاعبين في شروط الضمان فيما أشارت صحيفة المدينة في صفحتها الأولى إلى تصريح وزير الشؤون الاجتماعية الذي واجه أعضاء مجلس الشورى بجملة من الحقائق تحت عنوان نتولى مهام ليست من اختصاصنا الوزير القصبي يتجاوز لكمات الشورى كان هذا عنوان صحيفة عكاظ في صفحتها الأولى والتي أشارت إلى مواجهة وزير الشؤون الاجتماعية انتقادات حادة من أعضاء الشورى وأخيرا من صحيفة اليوم التي تناولت تصريح وزير الشؤون الاجتماعية والذي أكد أن الوزارة تدرس تقديم برنامج منتج سكني لمستفيد الضمان الاجتماعي قريبا لمناقشة أبرز ما جاء في الصحف المحلية نرحب بضيفي من الدمام الصحفي صالح الصغير ثم أيضا من جدة الإعلامي ماجد الكناني مرحبا بك أستاذ ماجد أهلا وسهلا أختي حيك الله كيف الأجوة عندكم؟ والله ممطقة حاليا نعم وأنا أتمنى أن يمر اليوم بسلام إن شاء الله رأيك في تغطية الصحف للقاء وزير الشؤون الاجتماعية عفوا أستاذ ماجد ما هو رأيك في تغطية الصحف للقاء وزير الشؤون الاجتماعية بأعضاء مجلس الشورى؟ طبعا كانت تغطية في جميع الصحف موسعة وجميلة أفردت جميع الصحف منذ يوم أمس تحضيرا للقاء الذي عقد اليوم أفردت مساحات كبيرة جدا في صفحاتها الداخلية وفي صفحاتها الأولى للحديث عن هذا اللقاء الذي عقد يوم أمس أمس طبعا الوزير أعطى فرصة كبيرة جدا للصحف أنها تفرد مساحات اليوم لأنه أعطاها عنوين كبيرة جدا ومعلومات لم تكن معروفة لدى وسائل الإعلام ولا المجتمع السعودي أعلن أمس عن أخبار وأحداث مهمة جدا تدور في الشؤون الاجتماعية وأعلن عن مواقف وإجراءات اتخذتها الشؤون الاجتماعية في الفترة الماضية لم يسبق أن أعلنت من قبل أعطى فرصة للصحف أنها تتوسع أعتقد أن كل معلومة قدمها الوزير يوم أمس تحت قبة الشورى كانت تصلح أن تكون موضوع صحفي للحديث وكانت وسائل الإعلام تنتظر توضيحات بشأنها ولم تحصل عليها من قبل نعم كل الصحف تقريبا تحدثت عن هذا اللقاء تحت عنوين مختلفة أيهما كان الأبرز من وجهة نظرك؟ طبعا معظم الصحف ركزت على عنوان واضح أو عنوان واحد وهو الميزانية وربطها بجلسة وزير الشؤون الاجتماعية وعدم تأثر مستفيدية الضمان الاجتماعي من التغييرات التي حدثت في البنزين أو الكهرباء أو أي جوانب أخرى في الميزانية لكن كان هناك بعض الصحف انفردت أو حاولت التمييز رغم أن المحتوى كان واحد لكن العنوان كانت مختلفة إلى حد كبير جدا أعتقد كانت صحيفتين اليوم والمدينة وأيضا حتى عكا فتح أو منتج سكني لمستفيدية الضمان الاجتماعي كان في جريدة اليوم وكانت التقاط مهمة لإشعار المستفيدين من الضمان الاجتماعي أنه شيء يدرس الآن وسينفذ قريبا لهم خاصة فيما يتعلق بالإسكانة التي تمثل جزء مهم جدا أو مشكلة كبيرة جدا لدى كثير من السعوديين أيضا المدينة تحدثت عن أن الشؤون الاجتماعية تتولى مهام أخرى من غير اختصاصها أعتقد يمكن تكون هذه أبرز العناوين لكن كانت المجمل معظم الصحف تناقش نفس الموضوع لأنها تغطية الصحفية بالنهاية وسينقل حديث الوزير كان هناك نقاط يعني كانت مهمة جدا وما شفتها في العناوين مثلا أنه مجلس أعلى للأسرة حدد الوزير وذكر في صحيفة عكار حسن ما قرأت أنه سيكون برئاسة امرأة هذه أول مرة تعلن قبل قرار المجلس وأن تكون امرأة هي المسؤولة عن مجلس خاص بالأسرة أعتقد أنها شغلة جميلة وأعتقد أن الصحف ستشتغل عليها الأيام الجاية ورح تناقش هذا الموضوع